المرأة البحرينية فعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي أسهم في تقدم المرأة بكافة المجالات محليا وأقليميا وعالميا مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة والتي تترجم رؤى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في تقدم المرأة البحرينية والذي انعكس على مواصلة المرأة للنجاحات نظرا لما تتمتع به من كفاءة عالية تؤهلها للقيام بدورها في شتى المجالات جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله اليوم حفلة نساء متميزات الذي أقيم تحت رعاية سموه بمقر مدرسة بيان البحرين بتنظيم من مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين بالتعاون مع جمعية الخالدية الشبابية وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة وأشار سموه إلى أن المرأة البحرينية أصبحت نموذجا يحتذا به في ظل الخبرات والمهارات التي تتمتع بها والتي تسعى دوما إلى تطويرها في أي مجال تلتحق به عبر إسهامها الإيجابي في بناء المجتمع مما يواصل السير نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة وخلال الحفل كرم سموه كوكبة من الشخصيات النسائية المؤثرة في البحرين واللاء كان لهن إنجازات في عدد من المجالات والتي هي محل تقدير من الجميع وهن معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب وسمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم الخليفة وسعادة الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله الخليفة وسعادة الشيخة عائشة بنت راشد بن خليفة الخليفة وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد لبلوشي والسيدة آمنة أحمد راشد الرميحي والسيدة عهدية أحمد السيد والدكتورة سعاد العامر والسيدة رائدة محمد سبت والسيدة رؤيا صالح والسيدة عبير سلوم والآنسة أسماء جعفر معربا سموه عن تهانين النساء المتميزات على حصولهن على هذا التكريم المتميز في يوم المرأة الدولي مشيدا بجهود لجنة التحكيم المستقلة لاختيار النساء البحرينيات المتميزات وألقت معالي الدكتورة الشيخة ميب بنت سليمان الاعتبي رئيس مجلس أماناء مدرسة بيان البحرين رئيس لجنة حفل التكريم كلمة تقدمت خلالها بالشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لتشريف سموه برعاية الحفل في نسخته الرابعة وهما يقضوا الاهتمام الذي يليه سموه لإبراز جهود المرأة البحرينية وهنأت الاعتبي المرأة في مختلف دول العالم خاصة البحرينية بهذه المناسبة السنوية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مؤكدة على حرص العالم على همية الاحتفال بإمكانية المرأة ومشاركتها للرجل صفا واحدا في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية موضحة بأن هذه المناسبة فرصة للتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها عدد من البحرينيات في مختلف المجالات